خبراء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يقومون بعمليات إجراء الصيانة وتوثيق المباني الأثرية المهمة كالمعابد وبوابة عشتار في مدينة بابل الأثرية من أجل الحفاظ عليها من التلف والخراب وتمهيدا لإدراجها في لائحة التراث العالمي لليونسكو عملنا توثيقا دقيقا وبالتفاصيل لخمسة من الأبنية الأثرية وبالخصوص بوابة عشتار الأثرية المهمة جدا حيث هناك رسومات كاملة لتوثيق البوابة وفي هذا الوقت الذي يشهد تدميرا للآثار العراقية تبرز أهمية توثيق مثل هذه المواقع من أجل الحفاظ عليها مستقبلا وعمل صندوق النصب العالمي بالتعاون مع فريق الآثار العراقي على صيانة معابد عشتار ونابو شخاري وأسد بابل وحماية المواقع الأثرية من عبث الزائرين ورفع الصب الكونكريتي الذي ساهم بانخفاض نسبة الرطوبة والمياه الجوفية والأملاح في المباني الأثرية دائرتنا عملت منظمة النصب العالمي برفع الصب الكونكريتي لاحظت أنت العفو أستاذ الآن بوابة عشتار ما به مياه جوفية الأملاح مرفوعة الطوب يتنفس الآن متما نقول يتنفس الصعداء وطالبت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو السلطات المحلية إجراء بعض الاستكمالات لدرج بابل على لائحة التراث العالمي خبراء فرنسيون نصحوا الحكومة بالعمل على حماية هذا الموقع من العبث وإزالة التجاوزات من المناطق المحرمة كل موقع أسرية يجب أن يكون هناك نوع من بافر زون يعني مناطق حماية لحماية الموقع بالذات في غازة مواضيع الولاقات مع الحماية ولكن أكثر شيء من حماية البيئة وحماية عدم تجاوزات بنا ضمن هذا المناطق المغمية وتحتل مدينة بابل الأثرية مكانة رفيع في جسد حضارة بلاد الرافدين لما تمتلك من معابد ومواقع أثرية مهمة لكنها تعاني اليوم من الإهمال وكثرة التجاوز عليها من قبل الأهالي هذه المدينة عانت من الإهمال الكبير والترك الكبير الذي عانته خلال فترة سقوط النظام إلى الوقت الحاضر بسبب عدم وجود التخصيصات المالية التي هي الوزارة وعدم وجود أي تحرك من الحكومة باتجاه تحديث أو إضافة أو تغيير في معاني المدينة أو إضافة أي شيء إضافي إلى المدينة لإعتبارها بوابة أو عاصمة للمدن التاريخية إدراج بابل على لائحة التراث العالمي لليونسكو سيعيد الألق لهذه المدينة العريقة لكن ذلك بحاجة لمساعدة الحكومة العراقية والعمل على إزالة التجاوزات من المناطق المحرمة من داخل مدينة بابل الأثرية ميثم شباني الحرة